فريق طلبة الطب والصيدلة المغاربة الحاصلون على المرتبة الأولى في المسابقة العالمية للمحاكاة الطبية فوز مستحق حققه شباب مغاربة بالعاصمة تشيكيا براغ ممثل كلية الطب والصيدلة بوجدة استطاعوا تحقيق نجاح باهر بحصولهم على جائزة اللقب ضمن هذه المسابقة العالمية المنظمة من طرف الجمعية الأوروبية لطب المستعجلات الإنسان يجب أن يثق في نفسه، يجب أن يؤمن بنفسه ويجب أن يكون محاط بناس إيجابيين ويجب أن يدفعه لكي يتقدمه الحمد لله شباب عاديين كلية الطب العمومية جاءتنا فرصة وقدرنا نحق هذا الناشع هذا التكريم اليوم يأتي بعد تتويج جنب المسابقة الدولية المحاكاة الطبية التي قامت في برق مدينة تشيك لقدرنا نجاوز مجموعة من العراقية الأبرزها حجم الدول المشاركة مثل إنجلطيرا وفرنسا الحمد لله توفقنا بفضلها عز وجل وفضل الأطر ديالنا إنجاز إيجابي حققه الفريق الوطني المغربي أمام نظيره الفرنسي خلال المنافسة النهائية من المسابقة بعد ذا تقدمهم الملحوظ على فريق المملكة المتحدة خلال الدور نصف النهائي كما احتل خلال الجولة الأولى المركز الأول من المنافسات وهذا يعبر على الكفاءات التي توجد في البلاد المغرب والتي تستهل ندر فيها الثقة ونعطي لها اليد والإعانة لكي يمكنها تبتكر أكثر وتعطي أكثر لهذه البلاد الخير كيين الحمد لله خاصة التضافر لها الجهود ضمن مشاركة عالمية لعدد من الدول الرائدة كإرلندا وإنجلترا وتشيك إلى جانب البرازيل وفرنسا وغيرها تمكنت المملكة المغربية من تسلق مرتبة القمة عالميا عقب فوز نفس الفريق في مسابقة المحاكاة الطبية سيمكاب الوطنية العام الماضي